أربع أنواع من الشركات متعددة الجنسيات متهمة بتسهيل إيبادة الشعب الفلسطيني بغزة أولاً شركة التواصل اجتماعي شركة متا متهمة بمشاركة بيانات الواتساب تبع الغزيين مع الجيش الإسرائيلي بيستهتف الجيش الفلسطينيين بغزة بناء على وجودهم بجروبات واتساب مع مقاتلين مشتبه أنهم بحماس بس الجيش ما بيقدر يوصل لهالمعلومات من دون مساعدة متا خصوصاً أنها بتدعي أن واتساب تطبيق آمن إضافة لمشاركة البيانات اعترف الجيش الإسرائيلي أنه بيدير قناة كبيرة على تيليجرام وبينزل عليها منشورات تفتخر بجرائم وبغزة هذا المحتوى اللي بتستقبله تيليجرام ووسائل تواصل اجتماعي أخرى من دون أي ضوابط يعتبر تحريض وتشجيع على الإبادة تانياً شركات التكنولوجيا والمعلومات بيعتمد الجيش بشكل أساسي على أنظمة الـ IT ليحدد أهدافه العسكرية من خلال تقنيات الـ AI بيستخدم الجيش كمان أنظمة كلاود من أمزون و جوجل وتقنيات المراكبة الجماعية والتعرف على الوجوه بغزة من شركات مثل بالنتير للتكنولوجيا وكورسايت تالي تان شركات الخدمات الميلية كثير من البنوك العالمية وفروع شركات التحويل عم تحذر أو تعرقل إرسال المصاري لغزة مثل وسترن يونيون ريفلوت ومونيجرام رابعاً شركات الأسلحة والفيول كل شيء أسلحة زخاير ومركبات وفيول توصل لإسرائيل بتساند عمليات الجيش الجوية البرية والبحرية للتدمير البنية التحتية وقتل الفلسطينيين مثل شركات الأسلحة ألبت، بوينج، بي اي اي سيستمز، كاتربيلر وشركات الفيول مثل توتال، شيفرون وشيل